حرصت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية على زيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية كما حرصت مصر خلال رئاساتها للتحاد الأفريقي على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك ونفذت عدد من المشروعات المتنوعة في القارة الأفريقية تسعى مصر بشكل مستمر نحو تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتنمية مستدامة لدول القارة الأفريقية وهو ما عملت عليه القيادة السياسية من خلال توجيهات رئاسية لمؤسسات الدولة نحو العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية والمساهمة في تعزيز التجارة البينية وتحسين البنية التحتية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال وإيمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي القاري لتعزيز التعاون في المجالات كافة عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك فنجحت في تحقيق اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في القاهرة وأطلقت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب بدء سرايان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها وذلك في سبيل تفعيل التعاون بين الدول الأفريقية لإقامة تكتل اقتصادية بحجم 3.4 تريليون دولار ويجمع 1.3 مليار شخص ومن خلال إمكاناتها الكبيرة لا سيما في مجال التعمير والتنمية نفذت مصر مشروعات متنوعة في أفريقيا تضمنت إنشاء السدود ومحطات مياه الشرب وحفر الآبار القوفية وعلى صعيد الإنشاءات تتواجد الشركات المصرية في أكثر من 20 دولة أفريقية لتنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية وفي تكسيد لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مثل تلك المشروعات يشير تحالف من الشركات المصرية ساد جوليوس نيريري على نهر رفيجي بتنزانيا وذلك بهدف توليد الطاقة الكهرمائية ليكون من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الأفريقية بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات دولار كما يمثل نموذجا يحتزى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الأفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها وفي وقت تساهم فيه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بأفريقيا في بناء قدرات الأشقاء الأفارقة ودعم جهود الدول الأفريقية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 أسهمت قيادة مصر لتجامع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا التي بدأت في نوفمبر من عام 2021 واستمرت حتى تسليمها لزامبيا في عام 2023 في تعزيز خطة التكامل والاندماج التجاري بالقارة الأفريقية أولويات رئاسة مصر للكوميسا تضمنت تعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا بالتناغم مع اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ترجمة نانسي قنقر